عسليما ومرحبا بالناس الكل عودة البطولة عودة البطولة المحنونة عودة البطولة البودورو اللي كل مرة تلعينها بغريبة معناه اليوم ماتش متعلكلوب افريكان تلعب ضد بنجردين مقابلة تحب ولا تكره معناه على مستوى عالي من حيث نحكي وعن ادي وعن نتيجة وعن الناس اللي تستنى والانتظارات والحضور واللي تحب انت تلقاها معناه قاعدة تتعدى على ديوين افليم في المقابل تلقى مقابلة الملعب التونسي ومستقبل اسليمين تتعدى على الوطنية بتعلت شنية السبب لما يقنعك والله تنجم تقول اوكي معقول مي سيريش تنمشي في الموضوع عذاكما لكن بعد تلقى اعذار في المقابل زادا كيف كيف مقابلة الترجل هذه التونسي اللي اليوم لعب ضد مستقبل المرسى واللي الفريق هذي انا شخصيا ممن به وبش يكون معناها عنده مقابلات ممتازة جدا كتشوفوا في المقابلة انتع اليوم يخسر ضد الترجل هذه التونسي هدف لسفر كنقدم مقابلة ممتازة قلوب المو خلينا نقولوا واللي من الاخر يعرف روحوا مواجهاته المباشرة مش مش كون زادا ترجل هذه التونسي تونسي نرجعوا نحكيوا عليهم اكثر باللي دي تاي لكن قبل هذا جامل الفيديو خلي الفيديو يصل الغيرك قبل ما ندخلوا في اللي دي تاي متعلمات شويت فما كلمة خليني نبدأ بها الموسم موسم جديد واول جولة رفت اليوم بعض الانتدابات اللي عملتهم الفرق سوى كلوب افريكان سوى السياسي سوى الاسبيرانس سوى الجمعيات اللي انتدبت هي علىيش انتدبت فما فراق تلعب في وسط الترتيب بش تحسن واعمال الكالتين تاعل الجوارات اللي عندها بش تقول لك يا نراني بش نقعت في الشامبين Track وفما فراق عملة انتدابات اليوم بش تكون معناها مراهنة وخلينا نقول وكلي بش يكون مراهن جديا على اللقب كما الكلوب افريكان كما الاسبيرانس كما النادي الذي سفيقسي كما الاتحاد الذي مؤسسي اللي ما يخفى لها حتى واحد معناها اليوم إذا كان خليني نعمم اليوم بالنسبة لي المقابلة اللي لا متقوليش والله الرند مطايح ولا غالب ومزننا فينا سقطة ساعدي ومزننا ولماتشلول ما تشثيني ليه اللي تنجم تحكيلي تقولي ما فهميش أداء وما فهميش معناها كاللعب الجميل وكالكات كالدو والاربعة تلاثة تلاثة والخطات التكتيكية ممشيتش والرسوم التكتيكية لكن وقت اللي تجيب تروى بوان ريتو أعتبر حاجة مهمة جداً لهنين نلقاه في رق كما النادي الافريقي وكما ترجي لدي تونسي يكشروا على الانياب ويوريوا رويحهم انهم مراهنين جديين على اللقب من الماتشلوليني الاسبيرونس ترباح لك مستقبل المرسى والنادي الافريقي يجيب فيكتوار من بنجردين اللي هو ما هوش سهل في انتظار وصول البقية وهنيني أكيد نحكيو عن ندي الاريس فيقسي ونحكيو عن نجم رياضي السيحلي نبدأه بالمقابلة لولا مقابلة لكلوب ضد بنجردين اللي اليوم معناه تقريباً لكلوب افريكان بشيلعب ضد قدماءه وانا تشوف سبعة تقريباً ملعبية خمسة ولا سبعة ملعبية توجد برشا ملعبية على أرضية الميدان منهم الجاردين الشرفي غازية عبد الرزيق وقت من اللوقات أيوبا مشارك اللي كان في لكلوب افريكان يلعبوا ضد لكلوب تلقى زيادة النادي الافريقي معزة ببرشا ملعبية كان جابتهم معناه في المركات والصيفي كيما بسي مسرار في اللي كان حاسم واللي سجل هدفته نرجع نحكي عليه باللي دي تايل أول نقطة تشد الانتباه في المقابلة متاع اليوم هي التغييرات هي التغييرات خاصة هنا في وسط الميدان ومحرار وسط الميدان لما ديما نتحدثوا عليه حتى على مستوى الفرق مهما كانت معناها باللي تكون معناها على المستوى العالي نحكيه حتى على المنتخبات ونحكيه حتى في البطولات الأوروبية ديما وسط الميدان هو المفتيح تلقى النادي الأفريقي اليوم يلعب بالقصاب اللي أول مقابلة ليه واللي بصراحة إن شخصيا وجوده في التشكية الأساسية فجأني على الأخر زادة كيف كيف نلقاه حسين الدين السويسي اللي لعبة ذي معناه يخذيه بلاسة أحمد خليل اللي كان يعاني من بعض الأوجيع وما كانش موجود في التشكية الأساسية ونزل تقريبا في دقيقة ستين على ما أعتقد وتلقى غايث صغير اللي لعب كوم ريجيسر معناه هنا المليوات تيرام متع الكلوب أفريكان كان أكثر منه دفاعين في نفس الوقت كان يمشي الفير لوفون والباس الأخرينية تكون قريبة للكاج به نجيو لقطة الهدف اللي سجلها بسيمة سرارفي اللي رأوا إضافة بسيمة سرارفي كانت واضحة اليوم كي تشوف المليوات تيرام وتشوف الهجوم متع الكلوب اللي فيه تلاثة ملعبية تحكي على تاكوندو بوانت وواحدة على اليمين وواحدة على اليسار تشوف فما خطورة سوى بسامة سرارفي اللي يعطى خطورة على الجهة اليمين واللي لما تقوره الكورة جي على اليمين معنا تحس لكلوب أفريقان تختيرة كيف زادها على الجهة الاسار اللي بمحمد العبيدي غني عن التعريف نرجع الى بسامة سرارفي اللي قلت معناها التمييز انتيعه في اللقطة متع الهدف تشوف المليابي اللي يقص للكاج ومنذ انت ديبه في كلوب أفريقان كن تحدثت عليه قلت روى المليابي ذي يعشق انه والش SNW مليعبي غوشي يلعب على مين ويشق معناها في الانترفال ويشق في العمق واللي تونيرجع معنا نحكي عليه اكثر بالدتايل لكن خلي نمر عليه مرورة الكرام توا فصلتوا بالقديق الهدف هذي انه باس في البرفوندور وباسم السرارفي تتمكن من تسجيل الهدف مايركزوا له هنا في صورة الهدف شوف له هنا المليعبي هذيك فش معناها باس انتر دو جوار هنا زوز ديفونساريت نشوفوا انترقة السرارفي السرارفي اللي معناها الابيل كان قبله سبق الباس في حد ذاته معناها الديركتو مو ظاهره هذيك الاسباس فيدي اللي يزم يطلب فيها اي مهاجم يكون في البلاسة هذيك بصراحة معناها باس في بلاستو اليوم ما تنجمش تحكي على الباس هذيك وتقول عليه اي حاجة لانه معناها في الاسباس انتر دو جوار يخرج باسم السرارفي اللي يزيد على الابيل متاعه كان قوي وقوي بارشة شوفوا له هنا معناها كيفش يجبت بالحارس ومعناها حتى ولو هو معناها تجاوز الحارس في نفس الوقت وما يحطش انسان بيله كونه هي بش تتسجل وبيش يتسجل من هدف لكن هذي مشيت الكورة مع باسم السرارفي اللي اعطاها حقها زيادة وعطاها اليوم ثلاثة نقاط مهمين جدا لليدي الافريقي بينارجعوا طوال من اللي تيران اللي معناها تحكي على الوفنسيف وتحكي على الثلاثي الهجوم كانوا بالنسبة لينا عملوا معناها استابيليتي على مستوى الهجوم لكن في وسط الميدان انا بصراحة اتفاجأت من وجود مليعبي كما القصاب لانه اليوم مسيش نجم انا نسأل سؤال عكسي نقول انتي اليوم خمامت بين كبير روحك سعيدة السيبة حبيت تعطي فرصة للقصاب اي فرصة ما تعتاش بالطريقة هذيك مش مليعبي معناها يقعد عام كامل وانتي مدرب مش حتى جيت جديد وشفته في فترة التحذيرات وعمل التحذيرات منتزة حبيت دخله في الجاو حبيت دخله في الماتشويت والله يمكن نجم نعتيك الحق انتي عام كامل ما كنتش تعمل عليها عام كامل ما يلعبش وقت اللي كانوا وما عندكش مليعبية وانا اربع عام مليعبية والتلاثة مليعبية يدور فيها من يدي افريق لوقتها خليل قصاب مش موجودة تجي اليوم اتهابته تعطيه فرصة بش تقول وهاني اعتيتك فرصة لهني انا شخصين خليني يقول ركض لمت المليعبي هنا خطر كان انتي بش تقيمه وعلماتش هذي وتقول والله عتيتك اليوم فرصة هنا بصراحة رك غلط في حق المليعب رك تعطيه في وسط اللعب في وسط اللعبة تبدأ اللعبة من عرش سبعين دقيقة تبدأ اللعبة ثمانين دقيقة تعطيه توندوجو وقتا بعد تحكم عليه جي تايشو تعمل ديزي كليبر في وسط الميدان لانه علاش لانه شفنا خلل في وسط الميدان خاصة في تركيبة الثلاثي على خاطر كنا نجم وشوفو حسام الدين السويسي كان ياخذ مكان احمد خليل على خاطر كنا يعاني من اسابة ونشوفو غيث صغير اللي يكون هو كوم رولييرو اللي هو معناه يربط في وسط الميدان وكنا نجم وشوفو احمد الهمامي كنا نجم وشوفو وسام يحيا كنا نجم وشوفو شيهاب العبيدي اللي تعطي اكثر صليبة لوسط الميدان لكن من بعد صار التغيير هذا وقتاش ووقت اللي خرج القصاب وهبط احمد خليل ولهنية معناه انتي يا يزي كنت معناه في الرول ديفونسيف كنت معناه اكثر منه دفاعين الخاطر الملعبية اللي كنا نحكيو عليه كانت الرول متاحهم ديفونسيف وتزيد تهبط احمد خليل وتنحي القصاب اللي زد تراجعت للخلف وروا لما تتراجع في عالم كورة القدم وخلينا نقوله المرة هذي جيت باللطف وترجع اكثر من اربعين واكثر من ايش بش نحكيي انا واكثر من عشرين دقيقة واكثر من خمسة عشرين دقيقة وانتي تقعد الدافع ركلة هنية بصراحة نقاط استفهم كبيرة لانه تنجم تقبل هدف في اي وقت انتي معناه كنت مطالب انك بيش دعم النتيجة ايش معناها الدعم النتيجة ريبة هنزره تستغل تستغل لك الكونتر رابيد وتحاول معنا حتى الشي ما تكتيك والرسم التكتيكي متاعك يكون معناها مبني على الكونتر معناها باس اثنين وتلوج على التروازيم تكون معناها في ظهر الديفونسيريت وتحاول تسجل منهم هدف بيش تعدي وتوى نحكيه على مقابلة الترجي رادي تونسي واللي زادة كيف كيف انتصر بها بنفس النتيجة هدف لسفر واللي لما نحكيه على الترجي رادي تونسي اللي بصراحة اليوم الترجي اذا كن بيش تلوم على التغييرات وإلا بيش تلوم على الملعبية متنجمش تلوم لأنه فيما ملعبية اليوم تغيروا مفروضين عليك عليش ساعات نحكيه على جمعية نقولوا احنا مثلا جمعية تغيرت بنسبة مثلا 90% جمعية تغيرت بنسبة 80% فما يكونوا عندك ملعبية لكن انتي تقرر انك بيش تتخلى عليهم وبيش يمشيوا هما على رواحهم وانتي تجيب الباديل لكن الباديل هل بش يكون في قيمة اللي مشي وإلا ليه الترجي رادي تونسي اليوم هما ملعبية هما حبوا يخرجوا من الفريق بداية التحذيرات كانت في البطولة العربية إذي شوفنا أعمال ثلاثة مات شويت ويعتبر معناها بداية جيدة للتحذيرات دي ما نقولوا على خاطر ذاكين مش نحكيه على الاستحقاق هذاك موضوع ثاني لكن نقولوا احنا بداية تحذيرات ممتازة جدا للشمبيونات المقابلة متع اليوم أول رمارك وأول ملاحظة شدة انتي بها هي التعويل على الدربالي معناها كمليع بسنتينيل وبكافيفو سنتينيل لنجيك بالك سؤال تقول هل اليوم الترجي الذي تونسي كان مفروض عليها باش تلعب بطريقة هذيك ولا معين الشعباني مفروض عليها باش تلعب بطريقة هذيك ولا عنده غيث صغير اللي موجود على داكة الاحتيات ومستعملوش لمليع بها ذاك ولأكثر من ذلك يزيدك غرابة إنه اليوم تحب ولا تكره إذا كان نحكيه على الدربالي الدربالي رو يفقد الصفة متاعه ويفقد المستوى متاعه اللي بشي عاونك بي على مستوى الهجوم وقت اللي ترجعه لتالي معني شو تستنى تستنى فك المليع بشي يدخل في الليديو يالو بشي يفك و بشي يعمل لك هو معناها الكنترول يوريونتي و بشي يطلع لك في الريتم و بشي يبدل الكل هذا الكل روما ينجمش يعمل المليع بي البروفيل متاعه ما يتمشيش مع البوست هذيك لكن هي تحكيلي على الدربالي توقلك اللي اللي مليع بي هذيك مليع بي تكنيز مليع بي يلعب لي زندو مليع بي وقت اللي يكون معنا تحت لتا كورا ويكون اختير ويسجل اهداف شوفناه خاصة مع الأولمبي البيجي في الموسم الفارض ومني قدش من باسكين اسيست وشوفنا المليع بي فعال في الفريق اللي تقريبا وقت اللي ما يكونش موجود ويالدربالي في الأولمبي البيجي معنا كان يخسر كنوصل حتى ثمانية بالميام الماتشويت اللي يلعبهم معنا تسور انتي جمعية تخسر وقت اللي يكون المليع بي ذيك مش موجود يوريك اللي الفريق ما يوصل القديم وما يسجل اهداف اللي بوجود المليع بي كما الدربالي تلقى في المقابل المعين الشعبيني اللي كما قلت معناها فلسفة جديدة اليوم شوفنا زادة المليع بي يجدد كما بوغرة اللي اليوم معناها ثاني هدف لي في أول مقابلة أول مقابلة في البطولة العربية سجل هدف وأول مقابلة في شمبيوني سجل لك هدف اللي هي رب الرغم معناها فما خطأ من الحارس معناها هذا ما ينكروش لكن أنا اللي عجبني هو اللي صار على غشة معناها تبديل اللعب من جهة اللي صار للجهة اليمين وكيف كيف زادة معناها السونتر وتلقى المليع بي كلي قاعد قاعد ليبر ما قاعدش معناها في ظهر الديفونسير وقاعد حاص ولكن ليبر استنى خطأ من الحارس جاء حط لكورة في الشبكة وعطاها ثلاثة نقاط مهمين جدا للترجل اللي تونسي المقابلة متعليون إذا كيفش نحكيهم الجانب الفني وفهم لعب وفهم تاكتيك وفهم خطط ورسوم تاكتيكية بشو نقول لك رو في أغلب المقابلة معناها شفنا لاربعة ثلاثة ثلاثة شفنا لاربعة ثلاثة ثلاثة واحد شفنا تغيير المراكز شفنا أمارو وصل حتى لعب وليهني بخصوص أمارو بصراحة معناها تفاجأت كي شفت بالريمة في التشكيل أساسية واليوم صحيح معناها جميعا الناس الكل بن حمودة اللي زم يغادر الترجل اللي تونسي لكن وقته شي يمشي على روح والملاب يريكا وقت اللي تجيب البديل لكني أنت البديل اللي جيبته ومزلت ما أهلته شفنا قانونيا كان ينجم يلعب وكان ينجم يكون خير من بالريمة معناها نقول لك اليوم فما ستين سبعين دقيقة الترجل اللي تونسي تلعب من غير موياج لماذا سواء إنه بشيخوا الكورة بشي تركزوا عليها بشيط له في العمق بشيخ أمواه يخرج على الأقل من زون متاعه شوفوا الأجنحة اللي هما معناها يقصوا في البروفوندور ويوليوا معناها لزاتاكون الحاجة هذية ما شفنا هيش شفنا بالعكس معناها ضي على روح ستين دقيقة وبعد كيهبات شرارة أكثر منه كان مرة على الجهة اللي صار وبعد شوفنا كما قلت معناها شوفنا كيف كيف معناها بوغرة اللي عمل مقابلة ممتازة على مستوى الدفاع ولهنية بصراحة بش نحكي نقطة على اللي توجاي معناها وقت اللي يجيك فيه كما قلت رو بزوز مليارات وما تسايبوش وتشوف معناها يعمل لك خطأ في محور الدفاع اللي اليوم تشد الانتباه في الزوز ديفونسوريات سوى توقاي ومرياح انه ما فماش تاجين واللي المليابي اكثر من ذلك معناها فاند كونترال عام الجاي تلقى فيه انت يوفر علش ما بعتش المليابي وحاول تلقى الحلول حاول تجيب ديفونسور تونسي تلقى الحلول وإلا غيث الوهابي اذا كان اليوم ما تلعبوش في المليون تيران كنت تنجم تستعمله ويكون هو مدافع سوى معناها معامل رياح وإلا تلقى معناها تركيبة اللي اليوم تحب ولا تكره ترجى تونسي عنده مشكل على مستوية مركز المدافعين نجيو طول التغييرات التغييرات اللي رأوا اعطات اكلها صحيح كانت متأخرة لكن كنت نحبه ذانه وقت اللي تشوف زكريا العايب وتشوف الوهابي معناها بتوفي دقيقة سبعة وثمانين اللي هنا اكثر من تساؤل يجي لبينك تقول شنو معناها اليوم انتي تخمم تحب تلعب تحب تسكر ضد مستقبل المارسة اللي تلعب من الديفزيون دو شنو وتحب تعمل شي ما تكتيك جديد بصراحة هنا نقاط استفهامة كبيرة في طريقة تعامل معين الشعباني اللي نقولوه زادة في خصوص الترجل تونسي كما قلنا عن يدي الافريقي اللي لبجيكتيف ثلاثة نقاط يخليوك معناها باش تمشي في اكثر ارياحية في الشمبيونة هذية واللي راو اكيد راو بقادم لامات وقادم لما تشويت باش نشوفو هل الترجل تونسي اللي راو من الاخر باشي حاول يبني لك فريق باشيكون مراهن جدي على اللقب على خاطر اسم الترجل تونسي يلعب على الشمبيونة مش باشي يقول لك راني والله اليوم ليه خليني بعيد مدما مزلت نبني في هيكيب اكيد الحاجات هذهم ليه لانه الادارة وفرت كل شي للمدرب المدرب معلي كان يخدم على يروحه والملعبية معليهم كان يركزوا فوق الميدان باشي نجموا يعاونوا ترجل تونسي باشيحرزوا لقب البودولة هكا كانت الفيديو متاعنا مخصيبوكو على المشادة اعطيكم الساحة نتلقاوه في وديو جديد